أو قام معالي نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط اليوم بجولة تفقدية للمشاعر المقدسة بهدف الاطلاع على سير الأعمال والتجهيزات لموسم الحج حيث زار المقر الرئيس للجان المتابعة ومراقبة خدمات الحجاج بالإضافة إلى المخيمات والمقرات الخاصة بتواجد الحجاج في مشعر عرفات ومزدرفة وميناء والاطلاع على سير أعمال التجهيزات في تلك المواقع كما تأكد من مدى مطابقتها للإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم